صباح الخير نرحب بكم اليوم من منطقة وادي رم في شمال محافظة العقبة بجنوب الأردن ونلتقي بالسيدة ختام الحسنات أم مسلمان لتحدثنا عن قصتها مع استزراء الصحراء وتحويلها إلى جن غناء أهلاً وسهلاً بالأخت المسلمان أهلاً بكم صد صباحكم أعطينا نبذي بالله يا مسلمان عن الأعمال التي تعمليها في منطقة الصالحية في وادي رم بجنوب الأردن أهلاً وسهلاً بكم أنا سعيدة أن رحين يشوفون الأصدقاء إن شاء الله ونحب أن نعرفهم على منطقة وادي رم على شو عملت في المنطقة الصغيرة اللي أنا موجودة فيها منطقة وادي رم منطقة صحراوية وأنا أجيت وعملت فيها على مساحة حوالي 20 دلم الشجر اللي أنتو شايفيني شجر المورنغا وعمل فيها سلسلة مشاريع ريادية لسيدة أردنية بسيطة طيب أمم السلمان حتينا اليوم بشكل خاص عن شجرة المورنغا كيف عملتها وشو أهدافها وشو الفوائد من هذه الشجرة الرائعة طيب من أربع سنوات أطلقت مشروع غابة المورنغا وغابة المورنغا يعني أنها تنزرع في منطقة صحراوية هذا إشي يعني كثير كويس وعملت عليه بحوث قبل الأربع سنوات قبل ما أبدأ في أول غرسة منها الآن موجود زي ما أنتو شايفين غابة المورنغا غابة المورنغا بيجو عندي زوار بحب أعرفهم على فوائد شجرة المورنغا فوائد شجرة المورنغا عديدة بطلقوا عليها العلماء أنا بتعالج لثلاثمائة مرض وأكثر وبتعدل السكر والضغط في جسم الواحد وكثير من الناس صاروا بيجو عندي وعملت لهم برنامج غذائي ونمط صحي ماشيين عليه يعني للي عندهم السكر بالتحديد وكثير من الناس يعني المساعد الحبوب المورنغا المساعد اللي كانوا بيأخذوه للسكر بطلوه وصاروا الآن بيأخذوا من شاي المورنغا وكثير استفادوا عليه والحمد لله سؤال مسلما شو هي الصفات العلاجية اللي بيأخذوها الواحم المورنغا يعني أوراق الناشفة وقارق خضراء زيت المورنغا شاي المورنغا عدديني هالأشوال هالأمور للواحد ممكن نستفيد منها من خلال شجرة المورنغا حسا شجرة المورنغا كل شيء فيها معالج ولكن كل شيء يعني لحال زي الغصن تبحها هذا بعالج المطاصر نعم العود تبحها هذا مثلا أنا صخرشت الأوراق منه العود هذا تبعها إذا نشفته ودقيته وعملته زي مسحوق نعم بنحط على المفاصل مع زيت المورنغا هذا بعالج كل المفاصل اللي في الجسم نعم أو عن طريق القليل إذا غليته النجع النجع وإيجا وحطوا رجليهم فيه أو مفاصلهم فيه فبقدرة ربنا سبحانه وتعالى بيشفو طيب يا مسلمان بدأتولينا أن الناس اللي يشوفوا هذا الفيديو كيف ممكن يصلوا لعندك لهون ويستفيدوا من هذه الشجرة يعني صدريتي الطبيعة والله أنا ما بأ أقتصب أن المشروع هذا أنه بس عندي أنا أنا هذا بكل المملكة وفي موجود يعني عند أدة أصدقاء موجودين من المملكة فهذا الموطن الطبيعي المناسب اللي هي الصحراء لهذه الشجرة طبعا ولكن على البحوث اللي عملت أنا زرعته بالصحراء والآن زي ما أنتم شايفين هذا هو كمان شوي رح أورجيكم اليسر البان الزيتي كيف مشروح عندي يعني كيف سير ففي في الشمال موجود عند أم محمد الشمالي أربد بصبح عليها شكرا بالخير يا رب فهي كمان أخت فاضلة وممكن أنها ساعد الناس اللي موجودين بالشمال مش قادرين يوصلوا لأم مسلمة بارك الله فيك وفيه طريقة الاتصال معي وأنا جاهزة وأنا بوصل لكل المملكة وهي كمان بتوصل من عندها ففيه كمان مزارع ثانية فيه في الكراك مشروع كمان للمورنقة فمش بس عندي أنا يعني أوكي هو بس مسلمان يعني أنت كنت مبادرة في زراعة زراعة هذه الشجرة الغنية بفوائدها الطبية والعلاجية ومننصح كل الناس اللي يشاهدونها بدهم يجوا على جنوبنا الجميل يزوروا منزل السيدة اسليمان أم مسلمان قتام الحسنات في الواقع في منطقة الصالحية في بداية وادي رم في محافظة العقبة بجنوب الأردن نشكر أم مسلمان عن هذه المعلومات الطيبة عن شجرة المورنقة وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لها كل توفيق وكل دعم وكل تأييد لعملها الواضح في دعم الزراعة في منطقة شديدة التطرف بمنح المناخ وشديدة الحرارة ولكن الأخت أم مسلمان سزعت الصحراء وحولتها زي ما بتشوفوا إلى جنة وآلثة الظلال لها كل الشكر والتقدير والاحترام